اشتركوا في القناة ننتقل للصبورة ونلاحظ إجابات طلبتنا الأعزاء بعثوها مشكورين الطالب الأولى مثل ما تلاحظ عزيزي طالب فاطمة عباس حمود الصف الثاني طبعا مشكورة مديرية تربية المثنى ثانوية المتفوقات وكانت إجابتها للسؤال الأول طلبتنا الأعزاء تعريف التفاعل الكيميائي هو تغير كيميائي تضمن كسر الروابط الموجودة بين جزئات المواد المتفاعلة مثل ما أجابت وتكوين روابط جديدة بين جزئات المواد الناتجة والإجابة طبعا صحيحة وتامة التعريف الثاني طالبتنا الأعزاء هو تفاعل الاحتراق ونعرف أن الاحتراق يحتاج إلى كمية وافية من الأكسجين كما أجابت طالبتنا فاطمة وهو تعريف صحيح تفاعل المادة مع كمية وافية من الأكسجين محررة كمية كبيرة من الطاقة والإجابة صحيحة بالنسبة لطالبتنا العزيزة فاطمة والعديد من طلبتنا السؤال الثاني كيف يحصل التفاعل الكيميائي يعتمد التفاعل أنا داقرة إجابة فاطمة بين المواد على طبيعة الروابط استنادا إلى الألكترونات في الغلاف الخارجي واللي نسميها الألكترونات التكافى عزيز الطالب للذرات المتفاعل مثلا تفاعل غاز الهايدروجين نعطينا مثال تفاعل غاز الهايدروجين مع غاز الكلور لتكوين كلوريد الهايدروجين عزيز الطالب وأحب أن أوضح هذا التفاعل خلي نكتبه تفاعل الهايدروجين الهايدروجين جزئية تتكون من درتين إذن اللي راح يتم بهذه العملية هو كسر الرابطة أو الآصرة اللي بين الهايدروجين هذه الآصرة تنكسر عزيز الطالب كذلك الآصرة بين راح تتكون خلي نكتبها آصرة بين الكلور والهايدروجين وهذه جزئتين نقدر أن نكتبها وهو هذا ما يحصل نكتب جزئتين من كلوريد الهايدروجين هذا بالنسبة للإجابة عن الآصرة لكن لاحظ عزيز الطالب أهم نقطة بالتفاعل الكيميائي أن نحافظ على قانون حفظ الكتلة يعني كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة هذا الشرط مهم أما السؤال الثالث فهو ما أنواع التفاعلات الكيميائية؟ ما أنواع التفاعلات الكيميائية عزيز الطالب؟ خلي نختصرها وراح نلاحظ بعض المعادلات اللي كتبناها تفاعل الاتحاد واللي عكسه هو تفاعل التفكك أو التجزء أو التحلل ونعطيطنا مثال طالبتنا العزيزة وكذلك تفاعل باعت للحرارة أو طارد للحرارة وتفاعل ماصل الحرارة وآخر الأنواح هو تفاعل الاستبدال وأتمنى أن تنتبه الاستبدال أيضا يضمن نوعين استبدال أحادي واستبدال ثنائي وإن شاء الله نأخذ الأمثلة كانت إجابة طالبتنا العزيزة وموفقة لإجابة الطالب الأخرى فاطمة أيضا التعريفين مثل ما تلاحظهم التفاعل الكيميائي وكذلك تفاعل الاحتراق إجابتها كانت صحيحة وكذلك لو ننتقل إلى السؤال الآخر كيف يحصل التفاعل الكيميائي مثل ما إجابت التفاعل يعتمد على كسر الروابط أو الأواصر بين المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين المواد الناتجة وأيضا كتبته فقط ملاحظة صغيرة أنه يا طالبتنا العزيزة بين المواد الناتجة والمتفاعلة عبارة عن سهم نكتب سهم هذه المعادلة إذن كذلك الإجابة على أنواع التفاعلات مثل ما ذكرناها طالبتنا العزاء نرجع الآن إلى الإجابة النموذجية السؤال الأول كان عرف ما يأتي التفاعل الكيميائي عزيز الطالب ما التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي هو تغير كيميائي يتضمن كسر روابط طلبتنا الأعزاء يتضمن كسر روابط موجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط بين جزيئات المواد الناتجة الذرات أثناء التفاعل مهمة جدا لا تفتقد ولا تكتسب عزيز الطالب بل يعاد ترتيبها ونحافظ على قانون مثل ما ذكرنا حفظ الكتلة كتلة المواد المتفاعلة تساوينا كتلة المواد الناتجة ومثل ما لاحظنا المعادلة التي كتبناها قبل قليل كذلك تفاعل الاحتراق تفاعل الاحتراق هو تفاعل مادة مع كمية وافية إذن الشرط كمية وافية من الأكسجين محررة كمية من الطاقة كمية كبيرة من الطاقة على شكل ضوء أو حرارة على شكل ضوء أو حرارة والتفاعل الاحتراق والتفاعلات هذه باعثة للحرارة تستمر في إطلاق الطاقة من لحظة بدئها حتى تتوقف عزيزي الطالب السؤال الذي بعده وهو كيف يحصل التفاعل الكيميائي دعنا نكبر السؤال طالبون طلبتنا كيف يحصل التفاعل؟ يعتمد التفاعل الكيميائي بين المواد على طبيعة الروابط استنادا إلى هذه مهمة جداً عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي الإلكترونات التكافو للذرات المتفاعلة ونقدر أيضاً مثل ما أجبنا أنه نكمل هذا بمثال طلبتنا الأعزاء كتبه هذا كله صحيح إذن السؤال الذي بعده هو ما أنواع التفاعلات وأحب أن تركز معي كتبنا مجموعة من الأمثلة على هذا التفاعل تفاعل الاتحاد عزيزي الطالب مثل ما تلاحظ دعنا نكبر مثل تفاعل البوتاسيوم ورح أنطي بعض الإضاحات تفاعل البوتاسيوم مع البروم البروم هاي اللي بين قوسيين موادة صلبة والأيال يعني معناها البروم سائل يتكون بروميد البوتاسيوم وهو مادة صلبة بروميد البوتاسيوم ونأكد على موازمة المعادلات تفاعل التفاعل أو التحلل هو النوع الثاني تجزء التفاعل مثل كلورات البوتاسيوم البوتاسيوم أي كيو رح نلاحظه هو فراغ عبارة عن مادة مذابة في محلول مائي يتكوننه كلوريد البوتاسيوم كلوريد البوتاسيوم وهو مادة صلبة ويتحررنه غاز الأوكسيجين الأوكسيجين غاز يتحرر ونحب أن أكد أن هذه العملية تتم بالتسخين النوع الثالث هو تفاعل الاستبدال وذكرنا بالاستبدال على نوعين استبدال أحادي دعنا نكبر المثال استبدال الأحادي استبدال الأحادي مثل الخارصين تفاعل الخارصين مادة صلبة مع كلوريد أو حامض حامض الهيدروكلوريك اللي هو محلول مائي لغاز كلوريد الهيدروجين يتكون أنه كلوريد الخارصين ويتحرر غاز الهيدروجين إذن مثل ما تلاحظ عزيزي الطالب تم استبدال الخارصين بالهيدروجين الاستبدال الأحادي أما الاستبدال الثنائي بذل محلول مائي لكلوريد السوديوم مع المحلول المائي لنتارات الفضة راح تتكون نتارات وكلها محلول مائي نتارات السوديوم ويترسب أحب أن أكد راسب مادة صلبة كلوريد الفضة هذا أحد الفراغات اللي راح نمر عليه النوع الخامس الرابع عفوا هو التفاعل الطارد للحرارة أو التفاعلات نوع من أنواع التفاعلات باعتة للحرارة يعني تعطي حرارة هو تفاعل الكاربون والأس مادة صلبة مع غاز الأكسجين يتكون ثنائي مثل ما نعرف ثنائي أوكسيد الكاربون يتحرر غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وما أنسى تحرر الطاقة وبجهة المواد الناتجة وهذا أيضا أحد الفراغات اللي بالأسئلة النوع الأخير هو التفاعل ماص للحرارة وينقوم ب مثل ما التجارب التحليل الكهربائي للماء الماء طاقة على شكل طاقة كهربائية رح نحتاج طاقة يتحرر غاز الأكسجين ويتحرر غاز الهايدروجين ومثل ما تعرف بالتجربة يكون حجم غاز الهايدروجين ضعف غاز الأكسجين عزيزي الطالب السؤال الأخير أتمنى أن يكون مراجعة لدرسنا هو في التفاعلات خلينا نقرأ السؤال أكمل العبارات الآتية بما يناسبها في التفاعلات فراغ للحرارة تكتب كلمة طاقة مثل ما لاحظنا في جهة المواد الناتجة في المعادل الكيميائي إذن في التفاعلات الباعثة إجابة أخرى نعم الطاردة الباعثة الطاردة للحرارة تكتب كلمة طاقة في جهة المواد الناتجة يعني تنتج لطاقة الفراغ الثاني غالبا ما تكون نواتج تفاعل الاستبدال الثنائي غاز أو لاحظنا أيضا راسب على شكل راسب صلب على شكل راسب صلب الفراغ أو النقطة الثالثة التفاعلات الباعثة للحرارة عزيزي الطالب التفاعلات الباعثة للحرارة تبعث الطاقة بعدة أشكال كأن تكون حرارة حرارة أو ضو أو كذلك طاقة كهربائية هذه هذه التفاعلات الباعثة للحرارة ولاحظنا في المعادلات التي كتبناها من شروط أن نوضح حالة أو طور المادة يستخدم الرمز هو طالب من عندي لتوضيح أن المادة المتفاعلة أو الناتجة مذابة في محلول مائي إذن A Q محلول مادة مذابة في محلول مائي أما الرمز G فيدل على أن المادة الناتجة هي مادة غازية من كلمة غاز إذن الفراغ الأخير نص قانون حفظ الكتلة عزيزي الطالب كتلة المواد المتفاعلة يجب أن تكون في المعادة المتوازنة الموزونة كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة إذن هذا السؤال الأخير إجابتنا عليا كانت في هذه الفراغات نتمنى أن تكون الإجابات واضحة في هذا الأسبوع وإن شاء الله نلتقيكم في دروس أخرى وأتمنى أن تكون الإجابة نأكد عليها دائما أن تكون الإجابة في الفورمة التلفزيون التربوي حتى يتم الاستعانة أو عرض إجاباتكم على الشاشة أكمن أسئلة الأسبوع الخامس إن شاء الله تكون واضحة ونلتقيكم في دروس أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة